النهاردة برضو في إطار الأخبار الفنية الحية والأخبار كمان الجميلة السلام لما بتخص نجمة أو مطربة أو فنانة راقية الناس حبتها من أول ظهورها وحتى الآن وكانت مشتاة أنها تسمع تاني أغنيها وتحضر لها حفلات فالنهاردة في حالة كده من السعادة في كل الناس محبي الطرب والغناء العربي الأصيل لعودة النجمة أمال ماهر إلى الغناء مرة أخرى بعد غيبة سعيدنا الحقيقة لما عرفنا النهاردة وشوفنا البرومو الخاص بالحفلة اللي تكون يوم الجمعة الجاية بإذن الله في مدينة العالمين الجديدة وكمان اللي نشرته أمال ماهر على حسابها ونشرت البوستر زي ما حارككم شافين وبتعبر عن سعادتها أنها راجعة تاني للجمهور ومش أي حفلة عادية لا حتى هي وصفتها بحفلة عودة الروح للجسد وعبرت أنها مشتاة جدا للقاء الجماهير مرة أخرى حفلة الحية كبيرة جدا هتكون إن شاء الله يوم 29 سبعة الجمعة اللي جاية باهتمام من الرعاة واهتمام جماهيري وتذكرتي الحية كالعادة يعني هي برضو لا تشرف على هذه الحفلة ودايما بتبقى الأمور منظمة وضغيقة بشكل كبير جدا وكمان إن هي تبقى موجودة في العالمين فأعتقد ده حدث مهم جدا وعودة أمال ماهر بحفلة كبيرة زي دي ده شيء عظيم جدا برحب بلو أستاذ أحمد عبادة مدير عمليات شركة تذكرتية أستاذ أحمد مساء الخير أهلا بحضرتك مساء نور أستاذ عمر أهلا بيك حقيقة أنا واحد من الناس جات لي النهاردة الرسالة بعد الظهر على الحفلة من تذكرتي وفيه لينك موجود فواضح يعني إن فيه إقبال وواضح إن فيه اهتمام كبير بالحفلة طبعا طبعا زي ما حداك أشارت الحفلة إن شاء الله يموت الجمعة اللي جاية وحفلة تعاودة الفنان أمال ماهر لجمهورها إن شاء الله بنوى للجماهير بحفلة ضخمة طاليق بيها وطاليق بعاودتها مرة أخرى لهنا إيه بقى أحكي لنا كده يعني حفلة مثلا لأمال ماهر بعد غيبة وبعد اشتياء منها واشتياء من الجمهور إزاي تذكرتي بتحضر له طبعا إحنا شغالين على مدارة الـ 24 ساعة إن شاء الله يموت جمعة هيكون فيه مسرح ضخم وهيتكون حفلة يعني انتاجها ضخمة جدا وأوعد كل الجماهير إنهم هاياخدوا تجربة يعني جديدة والسنانة كمان هتغني أغاني جديدة ما كانت هاش قبل كده بالإضافة لكل أغانية الأديمة للجمهور المستميح طبعا حفلة دي بيبقى فيه إقبال جماهيري كبير فكرة التنظيم والدخول والأمور دي كلها عشان برضو تبقى السرعة واضحة من المستدر طبعا كل حاجة كل حاجة احنا مستعدين لها ودرسينها كويس دخول الجماهير كل واحد يدخل في الكرسي بتاعه الفئة اللي هو مختارها بالكرسي اللي هو مختاره طبعا كل مراعين كل بقى الأمور التنظيمية اللي تضمن الناس يعني تستمتع بالحفلة وتستمتع بأداء الفنانة أمل مهر ان شاء الله على المصحة أنا بشكرك شكرا جزيلا نصر أحمد عبادة مدير عملية شركة تسكرتي بإذن الله تكون عودة متألقة وعودة ناجحة للفنانة أمل مهر